روس هي أول رجل آل محامي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي والذي بني على جهاز الكمبيوتر IBM وقد تم تصميمه لقراءة وفهم اللغة وتقديم الفرضيات عند الأسئلة والبحوث ومن ثم توليد استجابات لدعم استنتاجاتها يتعلم روس أيضا من خلال الخبرة ويصبح أكثر سرعة ومعرفة كلما أزداد التفاعل معه وقد أعلنت شركة المحامات بيكر هوستولر أنها ستوظف نظام الذكاء الاصطناعي روس للتعامل مع إفلاسها والتي يعمل لديها ما يقرب من خمسون محامي لا تنسى تسجيل أعجابك بالفيديو والاشتراك في القناة وشكرا